شبكة المجد على مواقع التواصل هنا سؤال يقول البعض يصلي في المساجد يصلي على كرسي فيختلفون في وضع مكان الكرسي البعض يضعه محاذيا للصف لكن الاشكالية أن المصلي يكون متقدما عن الصف عما بجانبه يمينه و يساره بسبب مكان الكرسي وبعضهم يؤخر الكرسي للخلف و يحاذي الصف لكنه يؤثر على من خلفه فما هو الموضع الصحيح في مثل هذه الحالة هو إذا كان المصلي خلفه صف آخر فلا يجوز له أن يضيق على من خلفه ولا أن يعتدي عليه بيأخذ حتى يأخذ موضع سجوده يتقدم هو و يضع كرسي محاذي وهو لو أنه تقدم على الصف لا بأس أما إذا لم يكن راءه أحد يعني الناس الآن يعرفون المسجد هذا يا الله يكمل الصف الأول فإنه حينئذ يتأخر حتى إذا قام مع الناس يكونوا مساويا لهم في القيامة نعم نستأذن مع عليكم بعض ترجمة نانسي قنقر